هذا وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمنسبة حلول عيد الأطحى المبارك وأعرب رئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة وأن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات معربا عن أمله أن تسود روح التضامن والتربط بين شعوب الأمة من أجل مستقبل يسوده السلام والرخاء لجميع المسلمين حول العالم كما طلق الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الأطحى المبارك من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب التمنيات لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار